اسمع هذه نصيحة لك من ساحر أنا أريد أن أعيد الفيديو مرة ثانية حتى تستيقن ماذا قال الساحر تفضل مرة ثانية تفضل شو هي الأمور لما بيقدر يعمل الشيطان الشيطان يقدر يخرق حتى الملتزمين والمؤمنين لأن المؤمن يدخل للحمام ممكن ينام حتى لو كان حتى لو كان يصلي يعني يعتبر المسلمين هم أكثر مكلفين بالصلاة والصيام والزكاة والأمور الأخرى والشهادة والإمام القضاء والقدر الإنسان ممكن أنه شو ممكن أنه ينام تأملت الشيطان يريد حتى أن يستهدف الملتزمين لكن طالما هو يقض طالما هو يقض لا يقدر عليه الشيطان لماذا؟ لأنه يقض أذكار وضوء صلاة هو قال أكثرهم صلاة الصلاة تحيطك لأنك تقرأ القرآن وتسجد لله لكن قال فائدة جميلة الساحر فائدة جميلة للمسلمين أنه يدخل الحمام وينام وأوقات غفلة حمام ونوم لأن الشيطان موطنه الحمام فربما أنت طيلة اليوم أذكار صباح ومساء وكذا الشيطان لا يقربك ينتظر منك حتى تدخل الحمام هل الدين أعطى لنا ذكر قبل دخول الحمام اللهم أني يعوذ بك من الخبث والخبائث ما هو الخبث والخبائث؟ ذكور الشيطان والإناث حتى لا يرونك لأن إذا قلت هذا الحديث كما جاء في الأثر لا يراك الشيطان يعني مثلا أنا دخلت الآن الحمام قلت اللهم أني يعوذ بك من الخبث والخبائث دخلت الشيطان يدخل ورائي لي يضرني بالسحر لا يراني رأيت حتى الله يحفظك حتى وأنت في الخلاء وأنت تقضي حاجتك وأنت تخرج منك ما لا يعني الله يحفظك سبحانه وتعالى بالذكر هذا النوم شرع لك أذكار النوم حتى لا يقدر عليك شيطان ولا يزال عليك ملك قائم آية الكرسي لما تقراها قبل أن تنام شف يا أخي الله عزيزي يرحمنا حتى في غفلتنا وأنت نائم تحلم في عالم زوج الملك يقف عند رأسك يحميك من الشيطان إذن نقاط ضعفك أنت دخولك للخلاء ونومك لهذا أعطاك الإسلام ورقة ذكر لتحفظ نفسك